بسم الله أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من جمهور التالتة قبل لأي حاجة خلوني أتقدم بخالص العزاء لأسرة كرة القدم المصرية وإلى الصحافة المصرية في وفاة الناقض الرياضي والزميل العزيز الأستاذ محمود رياض أستاذ محمود رياض هو صحفي الأول الذي يتوفى بسبب فيروس كورونا هو واحد من الشخصيات المحترمة جدا يمكن لم أشرف بلقاء ولكن مجموعة كبيرة جدا جدا من السادة الصحفيين والزملاء الأعزاء كانوا يتحدثوا عنه طوال اليوم بكل خير ربنا يرحموا ويغفروا ويرزقوا يا رب الجنة وأطلب من حضراتكم الدعاء لي بالرحمة وبالمغفرة والأسرته بالسلامة والنجاة يا رب الأستاذ محمود رياض كان من الصحفيين اللي على مدار أكتر من مسابقة من المسابقات بيفوز به جائزة أفضل مقال صحفي محترم ما أعزش على اللي خلقوا بس لازم نبقى فين شوية طول الوقت يمكن بنشعر أنه الموضوع بقيد عننا وخلينا أقولكم بكل آمانة يعني إحنا فكينا فكينا جامد أول لما حصل الموضوع بتاع فيروس كورونا وتشدت الأعصاب والناس بدأت تتعامل مع الموضوع فكان فيه جدية ناس في الشارع عندهم جدية إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا ما بين التهوين والتهويل الوسطية في الأمور هي أفضل حاجة إحنا عندنا مشكلة بقى مشكلة حقيقية يا إما الناس تقعد مرعوبة ومخدودة وخايفة يا إما الناس تهون جدا من الموضوع فخدوا بالكم لا إحنا عايزين نهول ولا إحنا عايزين نهون العملية فكت شوية والناس بقت حاسة أنه الموضوع ما فيش حاجة يعني الدنيا بقت أمان الدنيا مش أمان الدنيا مش زي ما انتم متخيلين الفيروس ما هو مش بعيد عنك إحنا كل اللي بنعمله إن احنا بناخد الإجراءات الاحترازية كل اللي بنعمله إن احنا بنحاول نبعد عن نفسنا الموضوع ده قدر مستطاع لكن زي ما بقول لحضراتكم الموضوع عاش بقيد خالص يعني لو انت كنت معود نفسك على سيستم أول لما الفيروس ده ما تعمل خليك بكمل عليه سواء في مسألة التباعد الاجتماعي سواء في مسألة السلام بالإيد وبالأحضان سواء في تطهير نفسك باستمرار وتطهير إيديك وغسيل إيديك كويس جدا 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 بكل الاشتراطات اللي قالت عليها من نظمة الصحة العالمية وكل الاشتراطات اللي قالت عليها وزارة الصحة الموضوع بجد مش تهريج يعني النهاردة بكلمكم على صحفي زميل شخص محمود رياض عنده اتنين واربعين سنة الله يرحمه ويغفر له شباب يعني يعني مهاش من الطاعنين في السن مهاش من الناس اللي انت تقدر تقول عليه انه هو كان عنده مشاكل كذا 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 فالسن فلا اتنين واربعين سنة ما يعزش على اللي خلقه ولكن اللي بتكلم فيه انه الموضوع مهاش بعيد الموضوع مهاش بعيد اذا احنا مش حنتعلم واذا احنا مش حناخد بالنا انت بتعمل الاجراءات اللي عليك كل الامور اللي بيها تبعد نفسك وتبعد اهلك وتبعد الناس اللي حواليك كلهم عن المرض انما الاستبساط والاستسهال والاحضان اللي رجعت تانية على اعتبار انه ده صاحبي عمره ما حيدرني لما يحضرني لا اه مش 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 كده الاستبساط في موضوع اصوان حسلم عليه لانه وحشني برضو مش كده انا بكلم نفسي قبل ما بكلمكم بقول لكم بأمانة انه الناس فرطت منها شوية فرطت منها شوية دورنا ان احنا لما العملية تفرط نرجع بعض مش حاجة تانية علشان ما نبصش نلاقي نفسينا الناس يمكن ايه اتشغلت بقى في رمضان وفي الدنيا بتاعت رمضان اللي يعني كل واحد على حسب اتجاهاته وكل واحد على حسب ميوله يعني ولكن في النهاية اللي بينزل الشارع كتير واللي عنده شغل بحكم التواجد ده هيشوف انه الناس فكة اباكلمكم بصراحة هيشوف ان الناس في الشارع بتتعامل كما لو انه احنا في المصيف تاني لا احنا بنهول ولا احنا بنهول يعني في ناس وقام مرعوبة ومرعوشة ومش عايزين الناس كده بس في نفس الوقت برضو محناش عايزين الناس بتتعامل من منطلق انه ايش طبيس بقى ما خلاص احنا كلنا اخدنا بقى على الفيروس وقال لك يا سيها دي الحياة الجديدة بتاعت الكورونا فاحنا تمام لا احنا مش تمام احنا مش تمام احنا نمشي صح علشان العملات عدي معنا انما غير كده الموضوع هيبقى صعب جدا اتمنى 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 انه المواضيع بالنسبة لنا تتاخد محمل الجد زي ما احنا دي كنتوا شايفين سواء الاجراءات اللي بتتعمل سواء الشغل اللي على كل المستويات علشان يبعدنا شوية عن الموضوع ده يا رب تكون اخر الاحزان مرة تانية وتالتة ربنا يغفر ويرحم ويرحم الزميل العزيز محمود رياض ومرة تانية وتالتة بطلب من حضرتكم الدعاء له بالمغفرة وبالرحمة واحنا في ايام مفترجة وايضا تدعو لأسرته بالسلامة والنجاة اشتركوا في القناة